مرحبا حباي بقلبي شونكم شخباركم يا رب تكونون بخير اليوم حبيت اشارككم يوم من ايام البسيط واتمنى الفيديو ما انتيعجبكم اذا عجبكم خلونا لايك ومنيتكم الحلوة وتعليق حلو مثلكم يا احلى واطياب متابعين طبعا هذا الفيديو صال لعدي تقريب بالعشر تيام عن مصورته واليوم حبيت انزله لكم لان قبل لا يتوفى والدي طبعا شكرا على كل من سأل علي وكل من كتب لي تعليق حلو على الواساب قسم خابرتني وقسم على الانستي وانا خليت على المنتدى وشكرا لكم على كل من اترحم رب ويرحم واطاكم جميعا وان شاء الله اللي اهل عدنين اللهم يطول عمرهم والميتين الله يرحمهم برحمة الواسعة يا رب طبعا هي هاي حال الدنيا الدنيا ما دايما لحات كل احنا خطار بيها هي هاي اليوم هو وباشر غيره فهي هاي الحياة مستمرة اش نسوي الله كريم والوالد الحمدلله والشكر مط من نيدة مط الفقير مط اليتيم يعني هو يمسوه زينية بحياته وان شاء الله مثواء الجنة امين رب العالمين واللهم يرحم موتاكم وموتانا وموت الاسنام يا رب طبعا شكرا على كل كلامكم الجميل هنا انا اقل انا العادة ماتي اقل طب الجدر يعني الجدر احس به الفلافل تطلع اطيب من الطاوة مو تعيبون عليه وتقولون الجدر ماتيش اسود لان من التقلاة دائما يصير هي شي وهنا عذروني حبايب قلبي اللي قال ماتي ما للفلافل خرب فقلت لازم بكل حالة لازم اسور يوم الفلافل هنا جبت خاشو كتين حلم وتهم تعرفون الريحة الفلافل وثوم بيها حلموا لما تبقى الريحة هنا جبت خاشو وقات اثنين وقليت فقليت للعشية قسم رادت وقسم ما رادت تعرفون يعني كل من الطلبات مرات قسم ما يعجبهم بس هي الفلافل صارت كلش طيبة هنا الحمص المجروش دي اشي يعني يبقى نستفاد من عديهم فلافل مرقة حمص مرات يعني نسوا به واي شغلات وهنا نقدم تعدي العنبوة وهنا طماطع وهنا نديري تشاي وهنا نبيها خبز ما حت قبل يجيب صمون لان الجو بارد وهنا سهمنا وسهمكم الف عافية هنا هذا الفيديو قلت لكم قبل لا يتوفى والدي باقي بالموبايل فحبيتها منتجة وانازل لكم هنا الجنط مال الجهال انا اغسلهن مثل يوم العطلة يوم الماكو دوام لان تعرفون هاي جنطة الجنات بسرعة تتدمر ولازم نغسلهن لان تعرفون الجنات بالقاع هنا أنا منها شفتها بالغسالة هاي الجنات راح تتخلي الشغلات هي مخليها صور بهاي كانت هي صورة بس غيرتها خلت هيك صورة لان تعرفون جاهلة هنا قلت لها انت هي يعني تفرح من اخليها مثل تلزم شغلة قلت لها هنا تعيرت بجنطي وخلي الكتب بيها وانا اصورج طبعا شكرا على كل متابعين الجديدين اللي دخلهم للقناة اهلا وسهلا بكم وان شاء الله القناة ما تتكبر بوجودكم والله العظيم يقول صدق الخوال سنت طبعا شكرا البنات خالتي والخالاتي وشكرا لكل واحد اللي يشترك بالقناة هسا تقولون خالاتي ميتار طبعا هنه بنات خالتي وبنات يعني خالي هنه هم مثابة خالت هنا جنونة كملت الدراسة مالتها تدرس رح تقرأ الواجب مالهم وقفنا احتراما لها وقلنا بصوت واحد اهلا بالزارة الكريمة فردت عينينا وقالت شكرا لكم احبار جاءت افحص عيونكم فقالت معادي وما فعلت معاكم الطبيبة قال عادي فحصت عيون تناميذ واحد واحد يلا حسنت الصفحة الثانية وقبل ان تغادر وقبل ان تغادر الصفحة وصدنا وقال عيونكم عيونكم سليمة الحمد لله اغسلوا عيونكم بالماء النظيم واني هنه دائما احب اراجع لها حتى لو حافظة الدرس من قبل لا تروح اخليها تراجع لاني بوقتها كان دوامهم ظهري هنا هاي من راحهم البنات للمدرسة هنا عدي شغلات لازم اكملهن واخلصن بالسوق هنا انا السدرية ما تشهد كانت طويلة كلش من تلبسها تتعذب منعتها كلش طويلة قصيت منعتها وهنا بانطرون سيوفي قصيت هنا وكفيت هنا عدي الخياط وهنا جبت الشغلات اللي محتاجتهم هنا مقطاطات للبنات وهنا اقلام هذا الاقلام بالفين دينار والمقطاطات على خمسمية طبعا لكلكم وتعرفون هاي الأسعار هنا اعذروني حبايب هنا ستريجات هنا اعذروني انشحط بالعومي هنا ستريجات جبت للبنات كل ما نقشتها تختلف لانان من بدل الدوام ما جبت ليني الصراحة ستريجات كان الموجودات تعتهن بس تعرفون الستريج بسرعة يتلف من الغسل هنا جبت الشهد اثنين بخمس تالاف وهنا الفاكه مال المنقه هم الجهال يحبونها جبت لهم الفاكه مال المنقه نص كيلو نص كيلو بألف ين دينار الكيلو مالتها يمن بأربح تالاف انتم يمكن كتبونا بيش جقد السعر مالتها طبعا هاي المنقه تختلف عن الخضرة بس هي حتى لو تاكنونها صح طيبة بس يعني ما ادروا يحتيش بيها من تاكنون يعني الطعم مالتها بس هاي المنقه طيبة والخضرة هم طيبة وهنا سهمنا وسهمكم مليون الف عافية شكرا للمتابعتكم وشكرا